بأن الغرب على دراية تامة بحركة الإمام عليه السلام وقد خططوا للتصدي لها إما بواسطة عملائهم وإما بشكل مباشر لما يعرفون من عميق حضوره في وجدان الأمة التي جربت قبله كل الأطرحات حتى تاقت نفسها إليه عليه السلام ندرك من هنا أن السفياني لم يكن إلا واجهة ورأس حربة لإدارة عالمية قررت الإنخراط في آخر المعارك التي تتوهم أنها تحافظ من خلالها على المصالح الخاصة بها بل على مصالح النظام العالمي المعادي للحق الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة الفضل على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين مشاهدين الأكارم أهلا بكم معنا أينما كنتم تتابعوننا في برنامجكم الدين والحية مستمرون معكم في هذه الحلقات التسجيلية تبعا لظروف الحرب التي يعيشها لبنان كما تعلمون آملين من الله جل وعلا أن يجمعنا تنتهي ونلطقي من جديد في البثوث الحية كالمعتاد نصور هذه الحلقة في الواحد والثلاثين من تشرين الأول من العام الفين واربعة وعشرين في صبيحة يوم الخميس على رأس الساعة التاسعة على أن تعرض في الرابع من تشرين الثاني من العام الفين واربعة وعشرين مساء الاثنين كما نلفت عناية مشاهدين وتحديدا من لبنان أن وقت البرنامج يعرض على رأس الساعة الثامنة لتوقيت بيروت تبعا كالمعتاد وكما في كل عام للتوقيت الشتوي عن صادق أهل البيت سلام الله عليه إنا وأهل بيتين تعادين في الله قلنا صدق الله وقالوا كذب الله قاتل أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وآله وقاتل معاوية علي بن أبي طالب عليه السلام وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي عليه السلام ويقاتل السفياني القائمة عجل الله ظهوره الشريف كما ورد في خطبة البيان لأمير المؤمنين عليه السلام ألا ويل لكوفانكم هذه وما يحل بها من السفياني في ذلك الزمان يملك حريمكم يذبح أطفالكم ويهتك نساءكم بغضا وحنقا لآل محمد ويكون ثاره وشعاره يا ربي ثأري والنار بعد الذي تقدم وأمام ما تضج به الروايات من وحشية وإفساد السفياني بشيعة آل محمد وشعاره يا رب ثأري والنار هل يحاول إعطاء حركته الدموية شعارا دينيا لمن يثأر وممن يثأر وما هو أساس الصراع الذي جاء يحمل رايته وعلى ما يدل الخنوة والخضوع بين يديه في الكور التي يسيطر عليها ببطشه كيف مهد لحركته ومن هم أرباب مدرسته الدموية وإلى أين وإلى من يدين بالولاء وإذا كانت الروايات تقول بأنه يقبل من بلاد الروم فهل يدين بدينهم بعد أن كان مسلمة وهل له علاقة باليهود وما هي المراحل التي يمر بها حتى يلطق المهدية المنتظر عجل الله ظهوره الشريف كل هذا وأكثر في قراءة وافية مع الضيف العزيز سماحت الشيخ القادم محمد بن عام والعنوان في حلقة الليلة السفياني رأس حربة الكفر أسلم مقاليد الكلام بضيفي العزيز باسمكم مشاهدين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السفياني تسمية اقترنت في رواياتنا الشريفة بعصر ظهور الإمام المهدي عليه السلام بحيث أصبح يشكل رمزية للخط المشبع بالباطل في مقابل ذلك الحق الصراح الذي يمثله صاحب الزمان عليه السلام ومدرسته ومدرسة آبائه الخالدة التي كبلت كلتا يدي الزمان فلم ينل منها باغتيال أو أضعاف بل هي التي ستغتال الجورة لتبدله معشوشبا في مترعة الحق والسفياني من العلامات المؤكدة التي لا بد منها قبل الظهور الشريف بحيث جعلته الأحاديث المباركة عبارة عن محتوم ثابت في علم الله وإرادته قال إمامنا الصادق عليه السلام السفياني من المحتوم وخروجه من أول خروجه إلى آخره خمسة عشر شهرا ستة أشهر يقاتل فيها فإذا ملك الكيور الخمس ملك تسعة أشهر ولم يزد عليها يوما إذن هي فترة زمنية قصيرة جدا يستتب له الأمر فيها بما لا يزيد على التسعة أشهر لكنها حبلة بالأحداث المتلاحقة التي يبلغ فيها الباطل ذروته القصوى ليكون بعد ذلك بطش الله الشديد الذي لا يقوم له شيء في السماء والأرض كما لا نستطيع أن نحيط بحركة السفياني في حلقة واحدة غير أن ذلك لا يمنعنا من الإضاءة على بعض النقاط الهامة فمن هي هذه الشخصية المحورية التي ملئت خبثا وحقدا بلبوس إسلامي يحظى بمقبولية لدى شارع عريض قوامه النواصب وشذاذ الآفاق والحاقدون على منهج الأصالة المنسجمة مع الفطرة القويمة والجبلة السوية فقد اتفق العلماء على أن تسمية السفياني بهذا الاسم يدل على نسبته إلى أبي سفيان صخر بن حرب لأنه من ذريته كما سمته بعض الروايات بابن آكلة الأكباد وفي ذلك إشارة إلى جدته هند زوجة أبي سفيان التي حاولت تحت وطأة الحقد أن تبتلع قطعا من كبد سيد شهداء زمانه الحمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله فقد ورد في بعض كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية إبانا حرب صفين ما نصه وإن رجلا من ولدك مشوم ملعون جلف جاف منكوس القلب فض غليظ قد نزع الله من قلبه الرحمة والرأفة أخواله من كلب كأني أنظر إليه ولو شئت لسميته ووصفته وابن كم هو يبعث جيشا إلى المدينة فيدخلونها فيسرفون فيها في القتل والفواحش ويهرب منهم رجل زكي نقي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا وإني لأعرف اسمه وابن كم هو يومئذ وعلامته في حين ورد في بعض الأحاديث أنه من ولد عتبة بن أبي سفيان ذهبت مخطوطة ابن حماد فيما روته عن الباقر عليه السلام أنه من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان خالد بن يزيد بن أبي سفيان ويزيد هذا هو أخو معاوية ولته السلطة ولاية الشام ومات فيها بالطعون المسمى طعون عن مواس كما أن رواية كما أن رواية جعلت اسمه عبدالله بن يزيد أوردها صاحب بحار الأنوار من مصادرنا لكن الأرجح والذي عليه مشهور الشيعة أن اسمه عثمان بن عنبسة أو بن عتبة أو بن عيينة أقرب طريق للجمع بين هذه الروايات أن يكون من صلب أحد أبناء أبي سفيان وهم خمسة عتبة ومعاوية ويزيد وعنبسة وحمضلة وإن من أمهاته من هن من بنات عمومة أبي فيصح أن ينسب كذلك من الناحيتين ناحية الأب وناحية الأم هذا إذا أغضينا ولسنا بمغضين عن الزنامة في نسبه كما تؤكد بعض الأحاديث وقد قرنت أحاديث أخرى وجوده وحركته بوجود وحركة إمامنا المهدي عليه السلام وكأنهما في تضادهما يشكلان قمة المواجهة بين الحق والباطل في حتمية تاريخية يتداخل فيها الصراع بين أتباع الله وبين أتباع الشيطان بل بين الشياطين أنفسهم فكانت الإحن بين هاشم وعبد شمس وأمية ثم بين عبد المطلب وأبي طالب من جهة وبين شراشر تلكم الذرية الطالحة ثم بين أبي سفيان ورسول الله صلى الله عليه وآله لتنتقل فتصبح بين معاوية ومولى الكونين علي عليه السلام ليحمل كل ذلك الحق يزيد بن معاوية على الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه ثم لتكون دولة الباطل من أمية ممتدة بأشكال مختلفة إلى أن يسترجعها السفياني لينصب نفسه عدوا لوصي الأوصياء لذلك وجدنا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إن أمر القائم حتم من الله وأمر السفياني حتم من الله ولا يكون قائم إلا بسفياني وفي ذلك ارتباط محكم لا بد للتناقض بين خطين والذي يختزل بعضا من تاريخ هذه الأمة لا بد للتناقض أن يكون ظاهرا بينا يجري فيه الاحتكام إلى السيف انتقاما وتحقيقا للآمان وتمهيدا لتبلور دولة الحق في آخر الزمات وقد وصفت بعض الروايات هيكل الجسماني للسفياني على الشكل التال حيث يقول أمير المؤمنين عليه السلام يخرج ابن آكلة الأكباب من الوادي اليابس وهو رجل ربعة أي مربوع الجسم وحش الوجه ضخم الهامة بوجهه أثر الجدري إذا رأيته حسبته أعور اسمه عثمان وأبوه عيينة أو عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبرها فهو من حيث الشكل ليس ممن تستسيغه النفوس ومع ذلك يجد من يتبعه ويقوي سلطانه لأن الضلال آنذاك يبلغ ذروته بحيث يرى معظم الناس المنكر معروفا والمعروفة منكرا ثم يستوي على منبر دمشق التي عبرت عنها الرواية بأنها أرض قرار ومعين أي تشكل للرجل مستقرا وتزوده بالمدد اللازم وفي رواية أخرى عن الباقر عليه السلام أنك لو رأيت السفياني لرأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق لم يعبد الله قط لم يرى مكة ولا المدينة يقول يا رب ثاري والنار فهو كما ذكرنا من حيث الخلق تمجه النفوس مضافا إلى خبث طويته وسريرته لا يعتقد بحج ولا زيارة يحمل في نفسه حقدا دفينا يعتبره ثأرا شخصيا له بل وثأرا عاما لنهجه نهجه الذي يستعمل فيه الأساليب العنيفة التي ترهب الآخرين وترضي خساسة نفسه فقد ذكر ابن حمان أن السفياني شر ملك يقتل العلماء وأهل الفضل ويقتل من عصاه وينشرهم بالمناشير ويطبخهم بالقدور ستة أشهر وفي رواية عن ابن عباس يقول يخرج السفيان حتى يبقر بطون النساء ويغلي الأطفال في المراجل إذن هو بحاجة إلى تطويع النصوص الدينية من خلال العلماء المعاصرين له فمن أبى عليه ذلك التدجين قتله بحيث يبيح له من يمشي في ركابه أن يرتكب الموبقات من قتل وتقطيع وسلق وشوي لمن يعارضه إن هذه الأمور المفجعة تجري على مرأة ومسمع من جميع أهل العالم الذي على ما يبدو قد أوفدوه لهذه المهمة حيث يذكر الشيخ الطوصي في كتاب الغيبة قال يقبل السفيان من بلاد الروم متنصرا في عنقه الصليب وهو صاحب القوم الرواية تحتمل كثيرا من الوجوه فالرجل كان مسلما ثم تنصر على دين الغربيين الذين تعبر عنهم الأحاديث بالروم وهم كما نرى اليوم لا يحملون من دينهم إلا الإسم فقط والشعار دون أي مسحة عملانية على الإطلاق والقول في الحديث بأن في عنقه الصليب بحيث يكون ظاهرا يراه الناس أمر مستهجا إذ كيف يستطيع أن يسلب من أتباعه عقولهم فيركنون إليه رغم حمله للصليب الذي يمثل شعارا للنصارى مما يعني أحد أمرين فإما أنه أخفى الصليب إلا عن خواصه كما يروي التاريخ ذلك عن جده معاوية الذي وضع له مستشاروه صليبا في عنقه قبيل موته بحجة أن خشبه الذي صنع منه هو خشب مبارك فمات وهو في رقبته كما ثبت ذلك بعض المعاصرين فيما ألفه من كتاب نفيس حول هذا الأمر وإما أن الصليب الذي في عنقه لا يفهمه الناس أنه شعار دين كالأوسمة التي تمنح في بلاد الغرب وفي معظمها على شكل صليب أو تتضمن رسمه مما يعني أن الرجل قد حظي لديهم بأن يوسموه بأوسمتهم كما يفعلون اليوم مع بعض المتزلفين لهم والمعومين من قبلهم أو من لحاسي قصاعهم ومما يدل على عميق ولائهم للسندوق الأسود العالمي في حينه أنه بعد مقتله وهزيمة أصحابه أصحاب السوفيني يلجأ أصحابه إلى بلاد الروم فيسترجعهم أنصار المهدي عليه السلام لمحاكمتهم قال ابن خليل الأزدي سمعت أبا جعفر يقول في قوله تعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قال إذا قام القائم وبعث إلى بني أمية بالشام هربوا إلى الروم فيقول لهم الروم لا ندخلكم حتى تنصروا فيعلقون في أعنقهم السلبان ويدخلونهم فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم طلبوا الأمان الروم طلبوا الأمان والصلح فيقول أصحاب القائم لا نفعل ما من صالحكم حتى تدفعوا إلينا من قبلكم منا قال فيدفعونهم إليهم فذاك قوله لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قال يسألهم عن الكنوز وهو أعلم بها فيقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيضا خامدين فهم جرى إعدادهم مع زعيمهم في الغرب ودفعوا باتجاه المنطقة الشامية ليكونوا خط الدفاع الأول عن المصالح العالمية حتى إذا ما قتل السوفيان وبانت غلبة أصحاب المهدي انهزموا وارتحلوا إلى بلاد الروم الغربية التي تأبى إدخالهم حتى يعلنوا أمام الملأ أنهم على دينهم قد تخلوا عن ظاهر الإسلام فيوافقون على ذلك فيسمحون لهم بالدخول أي يمنحونهم سمات الدخول في خطوة تكشف هلع الغرب من المهدي وأصحابه عليه السلام في أن يفعلوا ما يغضبهم ثم يباشروا الروم بأنفسهم التدخل في المنطقة فيظهر عليهم أصحاب الإمام بما يدفعهم إلى طلب الهدنة المشفوعة بالصلح فيأبى المؤمنون ذلك إلا بأن يسلموهم أولئك الهاربين من أصحاب السوفيان لتجري محاكمتهم فيحصل ذلك فيجري عليهم الإمام عليه السلام حدود الله تعالى بحيث يصبحون حصيدا يخمد حسهم وينقطع ذكرهم إن هذا الترتيب الذي ذكرته الرواية يفيد بأن الغرب على دراية تامة بحركة الإمام عليه السلام وقد خططوا للتصدي لها إما بواسطة عملائهم وإما بشكل مباشر لما يعرفون من عميق حضوره في وجدان الأمة التي جربت قبله كل الأطرحات حتى تاقت نفسها إليه عليه السلام ندرك من هنا أن السوفيان لم يكن إلا واجهة ورأس حربة لإدارة عالمية قررت الإنخراط في آخر المعارك التي تتوهم أنها تحافظ من خلالها على المصالح الخاصة بها بل على مصالح النظام العالمي المعادي للحق الحق الذي يمثله نهج إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إن الغرب يدرك تماما أن استعماله للسوفيان كواجهة إنما يؤمن له تلاحم تراكمات بشرية من عتات النواصب وسفهاء الاندهاشيين بالمنظومة الغربية فلن يتخلوا عنه لأنهم يرون فيه استكمالا لمعركتهم التاريخية التي نقلها لنا الإمام الصادق عليه السلام بأجلى صورة حين قال إنا وآل أبي سفيان أهل بيت تعاذينا في الله قلنا صدق الله وقالوا كذب الله قاتل أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وآله وقاتل معاوية بن أبي سفيان علي بن أبي طالب وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي عليه السلام والسفيان يقاتل القائم عليه السلام إذن ثم تتواطئ دولي إقليمي اختار بدقة وعناية رجلا قد امتلأ حقدا لا يصلح غيره لهذه المهمة لاعتبارات تاريخية وآنية حالية فينبر السفياني لأداء مهمته التي لا تطول كفترة حكم إلا لتسعة أشهر يظهر فيها كل خلاصات الخبث والعهر والحقد فيركسه الله تعالى على يدي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشيخ حياق الله سماحة الشيخ على هذا البحث السؤال الأول في حلقة الليلة من البدايات سماحة الشيخ لماذا حكمت الروايات بأن السفياني من المحتوم؟ قبل أن أجيبك أتوجه بالشكر لله تعالى على نعمه كلها ومنها نعمة الحفظ في هذه الظروف ونعمة القدرة على أن نكون بخدمة إخواننا الكرام المشاهدين رغم كل ما نعاني أحببنا أستاذ أحمد وأنا والفريق العامل معنا أن نبقى على تواصل ولو بشكل غير مباشر مع إخواننا المشاهدين نتيجة ظروف الحرب التي نعيشها إيمانا مننا بأننا حتى يعني بكل مستويات الدفاع في شيء اسمه معطى ثقافي لا يمكن أن نترك ركنه ولا يمكن أن نخذل رايته ما في عنا شيء اسمه انكسار ثقافي لا بد وأن تبقى المسألة الثقافية التي هي من مدرسة أهل البيت قائمة بإذن الله ألتمس وأرجو من إخواني المشاهدين جميعا أن يرافقوننا بالدعاء ورب شخص واحد يستجيب الله له فلا يبخل علينا بالدعاء بانتهاء هذه المرحلة الدموية التي يشنها علينا عدو غاشم لا يؤمن ولن يؤمن بأي كرامة للإنسان نحن مستمرون معكم اليوم إن شاء الله هذه الحلقة الأولى وسنسجل للحلقة الثانية التي هي الجزء الثاني من السفياني رأس حربة الكفر للمزيد من الإضاءة بالعودة إلى سؤال الأستاذ أحمد لماذا يكون السفياني من المحتوم؟ أول ما بدأت الأمور على هذه الأرض بدأت في نظريتين اثنتين الحب والبغض أقصد بالحب الذي قال عنه الإمام الصادق هل الدين إلا الحب؟ نعم عليه السلام أوحى الله إلى آدم إليهما مباشرة بطريقة ما ابني آدم قربوا قربانا والقربان لن ينال الله لحومها وأبدانها لهذه القرابين لكن يناله التقوى منكم مثل ما نروح نحن بالحاشر ننحر ونزبع هو لله على مستوى الني على مستوى المد واللحوم لا ينال الله شيء قربوا قربانا تقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر لم يتقبل من الآخر لا لأن أحدهما يقف خلف القربان نفس كبيرة والتاني نفس خسيسي ربما ربما يكون ما قدمه أحدهما أكثر قيمة من الآخر هذا ما بيقدم ولا بيأخر شيء في الموضوع النفس التي تقف خلف القربان هي المطلوبة هي المطلوبة السماحة تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فورا انتقل إلى شحناء البغض قال له بدي يؤتلك خي شو خصني على كلهم بدت تؤتلني أنا لن أكون أحد طرفي الفتة لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ماءنا بباصط يدي إليك ليأعطلت إني أخاف الله ربما رب العالم عنوا الحب قتله سولت له نفسه قتل أخيه فقط قتلوا ما بيعرف مستلزمات القتل أنه قتل ربع البشاري مثلا أنه قتل ولا يعرف كيف يدفن كيف يوريه واستمر ما قال قال عنه الملائكة لربهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك استمر سفك عندما وصلت النوبة إلى رسول الله كيف وصلت هو من بني إسماعيل وبني إسماعيل يعني من إسماعيل إلى رسول الله أصلاب شامخة وأرحام مطهرة بحد زيتها الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة تهيج عقد النقص في الأطراف الأخرى لأنه لا أرحام طهرة ولا أصلاب شامخة وإذا بدنا نتوسع ونذكر صاحبات الرايات في مكة وزناد وزنادقة مكة يطول بنا الشرح ونخدش أسماع المشاهدين الكرام مش هذا برنامجنا أن نبحث في مثالب العرب إلا ما كان فيه إقامة حج وأن لا مش شغلتنا نحن نجي نقول فلاني كان عندها ماخور والأخرى كان عندها مذكور من أراد أن يطلع أصبح البحث سهلا متيسرا هذا العؤد نبتت اثنين فيه هيكل عندما دخل عبد المطلب ومعه أبنائه من عشر البدك يوم يلبسون الحبرات اليمانية نعم التي تصل إلى الأرض تشرب آنافهم قبل أفواهه يعني حيكل مكتمل الخلقة أسند ظهره إلى المكة فقام قام معه بنو ومشوا معه في واحد قعد من العرب قال هذا زرع الله قالوا له هاو الفخر من ولدي إسماعيل زرع الله بسطة في الجسم والهيبة والعلم والمنطق طيب بيطلع من أقرب الناس لهاشم خيو ابن خيو يعني بتحكي بعبد شامس وبأمية بدهم يسطوا على قربان تقبل فنافره هاش بهالإطار هيدا ما عطت عم تحكي بحرب عائلية عيب قزم الأمر لهذا المسلم تعادينا في الله فيه خط لله وللسماء ولكافة الأنبياء والرسول وفي خط للشيطان يوحي بعضهم إلى بعض فيه مع نفوس أمارة بالسوء لا تنفك لحظة طيب هاو كي بدون يجتمعوا مش شرخ الأيديولوجي بينهم عميق جدا وإذا بتتبع خريطة بعض الأسماء مثل أبي سفيان حتى على مستوى عبادة الأصنام ما كان كتير متفاعل في بعض الكتاب في بعض الكتاب صنفوا أبي سفيان بأنه من زنادقة العرب في جاهليتي هلأ بعدين تلبس بلبوس الإسلام مني هون لناقش إسلام أبي سفيان معروف إذن من الفرع الإسماعيلي مفترض بين أهل الله لأنه ليس صريح كاللسيق وقول رسول الله إنما أنت ابن علج من صفوري يجب أن نقف عنده هذا الحديث مطول وقوله أمير مؤمنين ليس صريح كاللسيق هذا مش تصريح مش تلمح هذا تصريح من المفترض أن يكون من ذرية إسماعيل طلع التناقضات ولذلك الله أشار إلى التناقض بالدرجة القريبة جدا تبت يد أبي لهب وتاب ليش ما قال تبت يد أبي جهل وتاب ما هو أبو جهل أعتى من أبي لهب جاب أبو لهب لا يقول إنه دائرة أهل البيت التي ستحكم العالم هذا ليس منها أعط غلطه أهل البيت مصطلح تحدده السنة بأشخاصهم والأعيان عبد الله بن عباس منه منهم من أهل البيت مش من أهل البيت وفرق كبير بين المصطلحين مع الأسف ما أحد عم يعرفه يميز في مصطلح أهل البيت في القرآن الكريم أهل البيت كلمة واحدة ما بقى فيك تفصلها عن بعض البعض ما فيك تقول أهل وبيت هاولو بيغتب لإلهم حقيق له خمس في آية الخمس هاو من انتسب إلى هاشم من ناحية الآن زي القرب ليس أهل البيت حكما قاتل أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أبو هاويته عليا وقاتل الحسن وقاتل يزيد الحسين ثم استتبى الأمر على مستوى السلطة التنفيذية للأموية هلأ النظام بتسميه أموي بتسميه عباسي بتسميه مملوكي عثميني البدكي بس النظام هو واحد هو نفس النظام الذي يقتل ويضرب الأعناق ويسمى للأعين ويعذب ويستأثر بالفاهل أهلا الله خلقني وما خلق غيري هلأ إنما السواد بستان لقراش ونحن قراش من شئنا أعطينا ومن لم نعطينا ما من نعطينا ما نعطينا استمر الحكم طيب تقلبت الأحكام ما رأى لينا في هذه الدنيا كثير من أنظمة الحكم يعني أول ما طلعت توتاليتاري والماركسي وغيرها وما زالت إلى شوف شو صار سبعين ثمانين سنة الاتحاد السوفيتي والماوي ماوتسي تونج الذي بالثورة الثقافية ضحيتها تلاتة وخمسين مليون أتيل تصور ثورة ثقافية لو كانت عسكرية شو كان صار ثورة ثقافية تلاتة وخمسين مليون أتيل هلأ بتقول للصينيين الله ما خلقهم لا الله خلقهم هاي نفوس محترمة هذه نفوس محترمة قتلت من المسؤول هالأنظمة التي ما زالت تتحكم وجربوا الرأسمالي المتوحشي وجربوا العثماني وجربوا المملكي وجربوا الروماني والفينقي والبدكي كل جرة حتى إذا جاء أمر الله لا يقول لنا أحد لو حكمت لعدلت أكثر منه السفياني من المحتوم بهذا الإطار النسب والمعادات في الله والحقارة في هذا البيت وعقدة النقص وعقد النقص كلها لا بد أن يكون على رأس الحكم كي ينتزع منه لا بد حتى لا يقال أن الإمام أخذ الحكم ممن لم يستلبه منه لا أخذه ممن طغى وبغى وقاتل علي وقاتل الحسين وقاتل الحسين واخر الحكم اسمح لي هذا الحكم ويحجه بالدل يعني عوائل ما إلى قيمة عوائل عادت بعضها في الله صار إلى قيمة عم بيحكي عن بني عبد شامس أما عائلة عبد المطالب لا يوجد قيمة إلا لها يعني لا يقاس بهم أحد والناس كلها لا ويدم عراسنا وعينا بس هذا بيت زرع الله لا طيب سمح لي سمحة الشيخ بفاصل ثم نعود يا حاضر فاصل المشاهدين الكرام ثم نعود كونوا معنا كرماً لأولاً أهلاً بكم مشاهدين الأعزاء من جديد أهلاً بكم سماحة الشيخ نعود بكم إلى البحث وعنوانه الحلقة السوفياني رأسه حربة الكفر ذكرتم سماحة الشيخ نسب السوفياني أن فيه زنامة وإلامة هنالك طيب رمزية هذا الأمر حيث ركزت الروايات هو على المشهور اسمه اسمه عثمان ابن عمبسة نعم هلأ عمبسة كيف تنكتب اللغة عين نود سين بتي مربوطة تخيل بلا نقاط بتصير عيينا مثلاً ممكن ولا لا اختلفوا بهالنقطة الأرجع عثمان ابن عمبسة من ولد خالد ابن يزيد هلأ خالد ابن يزيد فيتناك فيه خالد ابن يزيد ابن أبي سوفيان وفيه خالد ابن يزيد ابن معاوي وذهبت الروايات بعضها إلا تقوله من ولد مش من ولد معاوية مباشرة من ولد أحد إخوتي شو المانع أنا عم أقول لا إذا كانت أمه من بني عمومته من بني معاوية يصح نسبته من ناحية الأم بس فيه نقطة أخفى الروايات تشير إلى أنه زنين إلا أنه متولد من حرة لاش زكر عدة أسماء بردك إلى زيارة عشورة عندما قال لعن الله عبيد الله بن زياد ولعن الله بن مرجان لاش كرار زكروا وفقا ما لما هو سائد بين الناس هو نفس هو ابن وزكر مرجاني لأنه ابن الحرام ينسب لأمه لأمه وقتلت الأنبياء وأولاد الأنبياء في الروايات دايماً ولد حرام دايماً ولد حرام لمن يسأل الإمام لماذا فرعون يعني ما قتل موسى قال لأنه ابن رشدة منه ابن حرام سبحان الله منه ابن حرام فرعون فرعون ما عم نخفف من ذنب فرعون عم نوصف حالته البيولوجيين ابن رشدة منه ابن حرام ولكل قوم نكاحهم هون التسمية التعدد في الروايات إذا بتجمع بينتهم مع هذه الملاحظة ربما تشير ضمّاً إلى ما صرحت به بعض الروايات بأنه جلف دعي زنين البتكي هذا الأسمية الأسمية تدل على مسمى واحد وقال لكيف سيقتل حتمًا من أصحاب القائم كيف سيقتل من أبناء الزهراء سلام الله وهذا هذا أمر صحيح إن الله يدفع شره عن المولى سلام الله عليه صحيح لكن الروايات وصفته بأنه ليس لرشدة نعم ليس لرشدة نعم طيب العداوة بين البيتين الهاشني والأموي سماحة الشيخ يعني إذا بدأ نحكي بالجذور إلى أين تمتد حكيت أنا بمسألات هذا البيت أستاذ أحمد خلاصة ما أنتجته البشرية لما من النبي بيقول كنت وعليا نورا واحدا قبل أن يخلق الله آدم بألاف سنة رويب ألفين رويب أربعة عشر آلف إلى أخر مهم فأودعنا في الأصلاب أودعنا من الوديعة يعني المرحلة التي مر بها رسول الله في الأصلاب يتقلب في الساجدين صلى الله عليه وآله هذه مرحلة مرحلة من مجموعة مراحل حيوات إذا بدي صح للإشتقاق والانتقال من حياة إلى أخرى شو عالم النور آلاف مؤلفة من السنين لا يعلم من سني الدنيا أم من سني الآخر يعني قبل أن يخلق الله الملائكي كان ثمة نور اسمه محمد صلى الله عليه هذا ما تشير إليه رويات ولذلك مطمح الملائكي كان معرفة كن هذا النور في ساق العرش قبل أن يخلق الله العرش في بعض الرواية أنت عم تجي تحكي بنسب أودع أودع وصاحبه صابر محتسب يعني من ساق العرش من جنة الخلد من صدرة المنته لما بدأ معنا ما بعرف إلى الأرض إلى الأرض وين إلى أوعر بقاع الأرض مدرة إلى أجل في سكان الأرض طبعا كوريش وأحود يعني تتخيل هالمشهد وما عزيليك صابر عندي 63 سنة بدي مضيهم ومن ثم بدي استكمل التقلب في الحياة الآخرة في البرزخة أو في يوم القيامة أو في يوم الحوض أو 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 حتى يوم الحق وثم من يقول أنه في استقرار خلاص جلس رسول الله في الجنة وانتهى الآن لا موضوع أعمق من هذا بكثير حاجة أهل الجنة لنوره كم هي؟ ما هي حدودها؟ هذا أمر لا نعرفه تماما لأن حكم الله في السماء وفي الأرض واحد هيكون أفضل الخالق في الدنيا وليس أفضل الخالق في الآخر أفضل الخالق في الآخرة أو في الدنيا يشكل مركزية خلاقة تطمح إليها النفوس باعتبار رؤية الكامل مهلا بجيب لك تفاحة حاشا رسولي تفاحة عادي بس لا التفاحة المهجنة المزبوطة التي رعاها صاحبها صنعت على عين الله بس تشوفها نفس النظر إليها يجعل من مآيير الجمال والكمال مشبعة عندها وهذا أمر لابد لأهل الجنة منه جيد ابتلي بها سفاسة في الخالق مش بس فيهم ابتلي بمن يصرخ في وجهي حتى قال لهم الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتكم ابتلي بأنه إحدى زوجاتي بتقول له من أنبأك مين خبرك شو عرفك ابتلي بأنه كانوا ينادونه من وراء الحجرات كأنه شي صبي من صبيانهم حاشا نزل قرآن يؤدبهم ابتلي بأنه عم يصلي يلتفت وراء ميلة غير عشر نعشر بني آدم شو فيه عمي جاءت قافلة تجارة فتركوا الصلاة وراهوا على التجارة انفضوا انفضوا كلمة انفضوا طاروا عرفت كيف تبخر ايه انفضوا مش تسارق الجامع يعني صاروا يمروا سرعا لا لا انفضوا ما فرق معهم ابتلي فيهم أكثر ابتلاء حصار بأنه نحن شركاءك في النسب المرتبط بعبد مناف ابو لهاش متل ما انت ابنه انا ابنه ولذلك يحق لي نسبا ان انافسك وهون لعبة العنصري النسبي دورها وجد اصحاب السناديق السوداء ضالتهم اذا بتشوف خريطة حركة عبد شامس وقمية وابو سفيان في الممالك المجاور ومدى الطربيط مع صناع القرار فيها تدرك انه المسألة مو مقتصرة على عبد شامس وقمية وابو سفيان المسألة اوسع من هذا بكثير ولا يفوت انك ان التاريخ نقل لنا بعض من حضورات ابي سفيان في بلاط قيصر الروم هراقل وهلأ ما نقله التاريخ هو ما ظهر عياما اما ما كان يجري في الكواليس لنا ان نفترضه بعد ذلك لنا ان نفترضه من خلال الاداء والمنح العام شوف استاذ احمد انت ما فيك تقول لي انا رايح اشتري لحمة من الصين ويجيبها بيعها وشو اخذق عمام المسلمين ما بيأكلوا لحم الصين ومو معلوم يكون لحم او بسكوت او او بترول مصنع مرة بتقول لي لا والله رايح الى تركيا اشتري الى الحجيز اللي بقول لك بلد اسلام مش المنحة بينعرف المنحة بينعرف يوبح هلأ بس تروح لعند الطبيب شو بيسألك من خلال الاسئلة بيعرف كيف بده يتجي بيعرف كيف بده يتجي بيوجعك بالدوخ فحص القلب عمل لي صورة قلب عمل لي بيصير يقول لك عمل لي نفس الكلام حتى في القصص يعني هلأ بدي سألك سؤال حقول قدامك قصة سمي لي ايها كان في وحدي ماشي بالغابة رايحة لعند بيبيتها جدتها شو اسمه القصصة لاي لا وزي خلص عرفت انت المنحة ولا لا نعم من خلال اداء البيت السفياني عرفنا شو مربط ورا نعم في القاعدة الخلفية عذروني على الامثلة بس هذا لا بد منه نعم صحيح هذا لا بد منه من هنا بدك تتخيل ان هذه العائلة شكلت ولا تزال وسيبقى السفياني يشكل رأس حربي ليس نديق صوداء على مساحة العالم كله وغيرهاك ما بيصير ولذلك هو من المحتوم كما سبق وأجبت على سؤال بقول الصادق عليه نعم نعم طب سمحت شيخ اذا كان حسب اصف الروايات انه ممجوج خلقا وخلقا طب لماذا هذا الانقياد من الناس له وهذه الطوعية اذا جاز الاشتقال الآن مثل بسيط اسرائيل صار لها سن وشهر اشتد اعتداءها وتغيانها علينا من شهر ويومين نحن اليوم جمعة وواحدة وتلاتين تشرين الحلقة لن تعرض قبل اعرفوا ان احنا اليوم الخميس واحدة وثلاثين تشرين الحلقة تعرض يوم الاسلام باعناف ما يمكن وكانت قبلها سنة ان في غزة او في جنوب لبنان اطفال ونسوة ومدارس وكنائس ومساجد هل سمعتها في العالم الغربي والعربي الا ما ندار اي اعتراض اي استنكار طيب وجوههم حلوة يعني هدا نتنياهو مستساغ لعنة الله على ولا وزير الدفاع اللي بيشبه كلب الدبر مستساغ وكلاش قبلينينه ويقدمون لهم السلاح ليلا ونهارا يفتكون بالاطفال يعني شو الفرق بين ان تأخذ الطفل فتغليه في مرجل كما تسمي الرويه لاش عندما تهبط القذائف مش مرجل هدا يغلى فيه الناس ويشوون ربما يكون تعبير عنه صحيح والناس كلهم دعك من هذا المثل من النواصب الآن على الفضائية اشوه اخرق بوجهه اثر الجدري نفس مواصفات السوفياني يقدس تقديس منقطع النظير ما في ناس طلعت قال تترضى على يزيد ابن معاون وانه على حق والحسين على باطل والناس تهلل له صحيح وتكبر له وتراه صريحا منقذا يتكلم بأس العقيدة واساسه موهي صحيح ليش بدك تستغرب اذا بلغ الاحتقان الناصبي مداه الكبير وتراكمت لديه فواضل الحقد حتما سيتغاضى عن وجهه الهستير لهذا الرجل وينظر الى ما يصنع سأري والنام اقتل 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 هذا لسان الحال لمن بتلبي طموحات تراكم تاريخي في صدور قوم غلت في نفوسهم مراجل الحق ويأتي من ينفس كروباتهم الان نحن نقتل الا تجد من يتشمت بنا مش يتشمتون الا تجد من يبارك للكيان الصهيون صراحة بانه اوجعوا اذا ضربتم فاوجعوا يوميا نشاهده بتتعجب من السوفياني واحد عما يلبي لك طموحاتك والعياذ بالله كيف بدك ما تدخل كائنا من يكون خاصة انه يلبس لبوسا اسلاميا في مكان ما امر طبيعي هدا امر طبيعي طيب الى ما يرمز الصليب الذي في عنقه ذكرتم في البحثكم الكريم انها قد تكون على شاكلة بعض الاوسمة قد تكون كذا عم بفترض فالصليب يعني الى ما يرمز ماذا يقصد بانه في الرواية تنصر يعني اي نصرانية اتبعها شوف مرة بتقول لي اتبع نصرانية الاريسيين الذين قال عنهم رسول الله ليه راقل عليك اثن الاريسي هاو كانوا من النصارى الموحدين الذين لم يرتضوا ما رشح من مؤتمر قينيا حول التسليث وغيره الان ما بدي ناقش ومرة بتقول لي نصارى كاثوليك الان يمثلهم بابا روما نحن نقرأ في ثوابت الكنيسي نجد ان هناك اختلاف بين الكاثوليك وبين غيرهم من طوائف المسيحين ترجع بتجي بتلاقي في ارتودوكس ايضا يختلفون حول الاقانيم وحول مسألة الايقونات والسيدة العذراء وا 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 في عندهم اختلافة مثل معنا نحن المسلمين في اختلافة بتروح الى ابعد من هذا تجد كالفيني لوثرية انشأة مساحة واسعة من البروتستانتية وا 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 امريكا اسمه جي اف كينبي قتل. وابيدت عائلته اخوته مجرد ما واحد ترشح قتل. روبرت. للمرة الثاني يأتي رئيس اسمه بايدن كاثوليكي. ماذا انتجت كاثوليكيته? ولا شك. حتى منعوه يترشح مرة. هلا هو مش خارج. بس من الاساس ما نكون عارفينين انه بعد اربع سنين. صحيح. بيبين كي لا تتم هذي. حتى العنوان مش قابليني. حتى العنوان. مم. ما بيقبلوه. الكالفينيه اللوثاريه التي هي البرتستانتيه الان هي التي دين الدولة الرسمي او شبه الرسمي لامريكا. الان ازا بتروح بتقعد بالكنيسة البرتستانتية اربع عشر ساعة على اربع عشر بيقبضوا ك الامريكيين. بينما اجتمع نص ساعة بوزارة الامن القومي. اه مكتب الامن القومي. اما بيعتمدوك. اه اه ممثلهم رأس حربتهم في بلادنا واما ما بيعتمدوه. المسألة مسألة مصالح. ما العليقة. من هنا صار العنوان بس الشعار. النصارى. وقال له في العمق هم يكيدون لبابا روما اكثر مما يكيد له كل الناس. فعندهم مشكلة مع الارتودوكس ومع الكاثوليين. عندهم امر لحاله. وهم حاكمين. هم حاكمين. يعني حدا بيفهمني لماذا عكف الصليب هتلر. ولماذا يكون هتلر ليس من الغالبية الدينية في المانيا. ليش بتكون كاتوليكي والمانيا في معظمها بروتستان. ولماذا ينهزم. اسئلي. وهي دي بتحكي فيها خمس ساعة. مش ساعة خمس ساعة. صحيح. هون بنقول السوفياني تنصر يعني. اصبح على دين مصالحي. التي يجمعها شعار اسمه الصليب. الصليب. يضع الصليب في عنقه. طيب لما نجو لمعاوي. قالولو هيدا من خشب الذي فيه بركة من كنيسة كذا. حطه بصدرك بتصح. ما تولى الصليب في عنقه. ولمنه عجبه يقرى. حسن ابن فرحان الملكي. الله يفرج عنه ما ذقاه. في كتابه. انا ما ذكرت الاسم بالمقدمة. حتى لا ابخسه حقه. ابقيت لي. شرح. لشرح. نعم. اشوفه. عامل بحث متكامل. ما حدا فيه يرد عليه. وان قلت قلنا. يعني ما. فحاطت الصليب في عنقه. ومات به. هذا بدو يحط الصليب في عنقه. اما انه مخبيه. اما انه مخبيه. بيشوفه الخواص فقط. بس الرويه مطلقة. تقول في عنقه الصليب. ما هو الصليب. شوف اوسمة الغرب. خاصة في بريطانيا. في فرنسا. في ايطاليا. في اسباليا. اغلبها على شكل. على شكل الصليب. او ان الصليب فيها. في الرسمة تبعها. نعم. ولمن يوسموه. من يوسم. او جائزة نوبل. او جائزة كذا. او جائزة كذا. لانه شوفنا النمطية. وان في واحد. ما بدي سميه. في عالمنا العربي والاسلامي. لمن اعطيت جائزة جوائز نوبل. لمن. اراهم. ارا تاريخهم. انا ما عم بنتقص من احد. بس عم اقول. ليسوا في السياق العام. العربي والاسلام. ليسوا كذلك. من. من اولاد حارتنا. لنجيب محفوظ وصولا الى. ما بدي سميه اسمها. مش شغلي. مش شغلي سميه اسمها. هذه الجوائز. ربما يحوز على احداها. ويبقي. انت شو حاطط على الجاكين. انت الان شو حاطط? شعار. شعار. ماذا مبسوط سيء انت. احيانا بتحط زر عطونا ايه الي وإليك. من عند الحسين سلام الله عليك. الحسين او يا حسين. او شعار كربلا. او شعار. خلص وسمت نفسك. وهذا بيشرفنا. هلا رو عكوريا شمالية. لمو حاطط سلطة الزعمة الثلاثة عصده. بيصدقوا جلده. وممنوع لاجنة بيحطها. هذا شرف لا تناله. في الرواية رمزي. ان هذا الرجل يفتخر بصلبانهم او باوسيمتهم. او بي نصرانية. يعني يريد لهم ان يروا في صورته تأكيد. على ما ابرمه معهم في خلواتهم. هيدي الرواية هيك بدنا نفهمها. مش انه والله حاطط صليب جيد حدا فيه المسلمين. ما حدا عاقل بيعملها. هيدا عم يشتغل على اصول. كم وكم من العرب حكاما وما دون الحكام او من دون الحكام. نجده يضع وسام منحته اياها الملكي اليزابيت والرئيس فرانسوان متران وفلان وعلان. صح او لا. طيب. على هذا يمكنك ان تقيس. نعم. طيب سماحت الشيخ. يعني لماذا القرب هم من يقدمونه بين يدي حملته. يعني ما الغاية. دائما دائما الاسقاط. يعني لا يضطر الغربي. هم. ان يباشر بنفسه حربا. الا حين الضرورة. متل ما صار بالحملات الصليبية. هم. اخذوا العبرة جمع. اجوا على مدى مئتي عام. هم. حملات متتالي. متلاحقة. حملة تتلوها حملة. يحتلون ببلادا وينكفئون عنها. يأخذهم. ما عم يقولوا صلاح الدين حرر عطاه نيا. عطاه نيا رجع صلحا. كي ينصروه على اخيه. يعني مش انه والله اخذها صلاح الدين وبقيت في ايدي المسلم. بعدين انكفأوا. نتيجة. عدة عوامل بس. لا. ارهاصات الحرب. فهم الغرب انه لا يمكن ان يباشر حربا بنفسه. خلي كن في بوكلاء يباشرون الحرب. وبالعب على التناقضات الموجودة. والاحن بين الاسنيات والطوائف والاعراق. بشتغل عليها. كلهم يجمعون على ان جورج بوش الابن ارتكب حماقة بادخال الامريكيين مباشرة الى افغانستان والعراق. مم. وهلأ لملة مؤمورهم. انظر كيف ماذا حصل في النهاية. لا مش ماذا حصل. ترى كلهم بافغانستان باربعة وثمانين مليار دولار اسلحة. قال نسوا ياخدوهم. عاساس هو زر متل تحطوا انت بيسحبوا معي وياخدوهم. نسوا نسوا. 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 نسوا ياخدوا اسلحة باربعة وثمانين سلموهم لمن جاء بعدهم. آآ من الطالبانيين. الذين بالعمق نفس كلام داعش. طيب ليش هون بسمنة وهون بزيت. عمين عم يضحكوا. عم يضحكوا على هالناس. اجعل لك وكلاء في المنطقة. طيب انت الان اذا نزلت. مم. بنفسك الى المنطقة. سيعاديك كثيرو. خاصة خاصة. الذين يؤمنون بالاسلام. لانه عندهم اذا في معتقدهم ايديولوجيتهم. لو غشية بلاد المسلمين او ثغورها عدو يخشى منه على بيضة باسلام. وجب الدفاع باي وسيلة ممكنة. هذا امر مش مختص بالشيعة فقط. ربما العبارة للسيد كاظم اليزدي بالعروي الوثق. بس هذا الكلام عنده عنده كل المسلمين. وبالنسبة ان ما حدا يزيد علينا بما قاومناه وما نقاومه. اوعى حدا يمزح بها نحن الذون صبحوا الصباح. فان من من ايام ثورة العشرين بالتاريخ المعاصر الى يوم نهام. حتى اذا بتقرأ افعال الشيعة في مواجهة الحملة الصليبي التي غمطها التاريخ. شوف ماذا فعل بنو بشارة في جبل عامل وماذا فعل غيرهم الى الى اخرين. هناك قتال بالانابة. بدك تجيب واحد منهنو فيهم. مقبول لديهم. يجمعوا حوله النواصب. الاندهاشيون بالسيارة الغربية. مم. هيدا البس تشوف تعطيه تفرجيه صورة باريس بيعمل واو. هيدا الواو ما اهبد. مصطلح كافي على فكرة. عملتلك عملتلك شي اختراع ساوات شي ولا بس واو. يصفق لي. يصفق. اندهاشي. اي بحث يخرج من اي جامعة غربي يأخذه دون تدقيق. ولا عم ما ارقام مش مش منطقي. يقابلوها دراسات اخرى. لا 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 لا. قرآن منزل. لا مش قرآن منزل. اسمح لنا. في دراسات اخرى. على هذا قسم. هاو بيجمعوهم. وهو اعام اغلب. هاو الملأ الذين اترفوا. هاو اللي وقفوا بوجي الانبياء على مدى القرون المتطاولة. هاو بيجمعوه اياهن. وهو مسلم. ما تظاهر بالاسلام. في بحيمر معنا بالحلقة التانية في وجهه اثر العبادة. في وجهه اثر العبادة. يعني متل ما الله يرحم المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين. كان يقول عن هاك اشخاص. كاسر رقبتم ساوي قداس. كاسر رقبتم رقبته مساوي قداس. هذا الامر هم بحاجة اله. ولذلك بعد ان يقتله الامام. وينكل باصحابه. ويشردهم. يضطر الروم الى النزول مباشرة بانفسهم. ومع ذلك يظهر عليهم الامام واصحابه كما سنبين في الحلقة المقبلة ان شاء الله. ان شاء الله. تعالى. اضف الى ذلك. وجوده يخدم سياق الفتنة. التي تسعى اليه الدول الغربية بشكل دائم ومستدام. في ارض المسلم. لانه لما بتجيب ناص به. بتحكمه. انا كشيعي. بدي تجينس معه. ما با عندي خيار. ضيقت الخيارات عليه. اقحموني بان اقاتله. بان اقف فيه. بان. وبالتالي هذا ما يريدون. لانه سيمولوه بالسلاح. وسيمولوه بالغطاء الدولي. وان كان موجودا مجلس الامن. لان يجتمع. بناء على شكوى من يشتكي ضده. هم بحاجته. هم بحاجته. ولذلك يقدم من الروم. في مدرويت. يقدم من هناك. في عنقه الصديق. خلاص اكتملت الصورة. هذا عطينه جوائز. واسمينه باوسمة. اه بخاف الله. بصلي بصوم. شو بتكون احلى من هك يا مسلمين. وسيقودكم. وسنسمح له. بان يقودكم. هذا امر يحتاج الى توسع في المسألة. طيب سمحت شيخ. قبل ختام هذه الحلقة. اه. نعود الى اسئلة المتابعين الكرام. احدهم يسأل. عن شخصية طلح الخير. من هو طلح الخير? الملقب بطلح الخير. هلأ هو له عدة تسمية. طلح ابن عبيد الله التيمي القرشي. من بني تيم. يعني من نفس القبيلي او الفخد ما ابو بكر. اه. اله القاب. الفياض. الجود. ما بعرف من ان نبتت هذه. اله القاب. لكنه كان فيه ايه الركاب. السلقة. الى زمن عثمان ابن عفان. حيث كان من المؤلبين عليه. ورجل في زمن رسول الله. قال كلمته المشهورة لإما ترى النبي لن نتزوجن النساء فهذا الكلام آذى رسول الله ونزلت ما لكم ما لكم أن أحدكم يتزوج أو أن ينكح أزواجه من بعده واللي بدأت تتزوج من بعده هلأ تطلقها أمره الله طلقها اللي بدأت تتزوج فبقي في ذمة رسول الله من بقي ثم بعد ذلك كانت عائشة تميل إلى أن يحكم هو فلما أبلغت بمقتل عثمان وهي في طريقها من مكة إلى المدينة استبشرت خيرا قالت إيه ذي الإصبع هو أصبعه شلت في ضربة يوم أحو كما يقول فلما قيل لها علي قالت ردوني قتل عثمان والله مظلوما لا أطالبا بثائر على أي تحر أو بدمه مش بثائر النقطة المركزية أن طلح أنه قاتل إمام زمانه طلح حتما بايع علي بل هو أول من بايع قاتل من قال عنه رسول الله حربه حربي وسلمه سلم قاتل إمام زمانه فيما روته أبو سلمة رضوان الله تعالى عليها عندما سألها رجل قال تردد لأني شفت زوج النبي في الصف الأخر وأيو خير ملحق باسمي فما يعني لنا موقف منه في حربه لي ويوم الشورى يوم عثمان كان صوته مع عثمان بن عفان وليس مع علي بن أبي طالب رغم كل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وعليه من أن علي هو الوصي والخليفة من بعده دع كل هذا أن يقف في الصف في مقابل علي مقاتلا أو مكثرا للسواد في وجه علي يجعل منا نأخذ موقفا منه بأنه خالف إمام زمانه بعد أن بايعه فهو من الناكثي ولا نعلم له توبة بعد أن قتله مروان بن الحكم في وسط المعركة وهو يقول هذا ثأر عثمان يعني قتله لأنه باعتقاده على يقيم بأنه خلف الفتة التي قتلت عثمان بن عفان ولا أطعصموها بين مروان وبين طلحة لم يكن ثمة أحد من أتباع علي قتل طلحة وإن كان قد استحل قتاله لأنه وقف في الصف بإزاء إمام زمانه وتركهم علي حتى ابتدأوه بالقتال فلما قتل من جنده رجل قال الآن أحل دمهم تهل الآن جزيلا شكرا على مقدم في هذه الحلقة سمحت الشيخ جكر منصول لكم مشاهدين العفادة العطيب المتابعة هذه تحايا تحيا الفريق العام الدمتوفيك علاءة الله والسلام عليكم عليكم السلام